انا كنت مريض بعاني من حزن شديد وبكاء وكذا وتصنفت اكتئاب وتصنفت مش عارفها وتعالجت منه وبعدين كان خطاب علم النفس دايما حب نفسك ودعم نفسك وخلي بالك من نفسك وفخم نفسك 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 وده اللي بيحصل دلوقت وبعدين حد تاني يجي يقولك ايه وده طبعا يتعارض مع مثلا الخطاب الديني الخطاب الاسلامي ان مثلا خلي بالك من نفسك نفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها فعندي تسكية وعندي تدسية التدسية انك تمشي ورها ونفسك لكن ازاي افرق ما بنقى او مثلا زي قول مثلا سيدنا علي وبطليتي باربع الدنيا والهوى ونفسي والشيطان كيف الخلاص وكلهم اعدائي فازاي بقى في خطاب الموازنة ما بين ان انا لا اخلي بالك ما تبقاش النفس هي الامارة بالسوق نفسك هي الامارة بالسوق نفسك بين جنبيك يا العدو فاحذرها لو حصل ايه لو النفس جابتني وقضتني للمعاصي لو النفس جابتني للهلاك ساعتها وقفة لكن انا في فترة مش قادرة اتقبل ذاتي وحس عدم استحقاق بالحب من الحوالي لا انا مستحقش ان انا تحب ومستحقش ان انا كزا فيحصل حاجتين يطلقيها بتبغي جامد 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 تعطي عطاء شديد وتتكلف لاصحابها وتتكلف لزوجها وتتكلف لكل الناس بحب شديد وعطاء شديد جدا جدا لدرجة ان هي ذات نفسيها بتقولك اه ما انا بعطي وما حدش بيعطيني ما انا بعمل وببزل كل جهدي عشان بس يحبوني انتي اصلا مش حبة نفسك يعني انتي اصلا مش حبة نفسك فعشان كده بتستعطفي وبتستجليب العطف والحب من الاخرين وده بيبقى راجع لحاجاتي اما مورسات اما تربية خطاء اما فقد احتياجات اساسية الحاجة للعاطفة والحاجة للحب والحنان لا ام بتحب ولا ام بتبوس ولا بتحضن ولا اب كذا ودايما نقد 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 فدي الكارثة لكن خلينا في الاول وفي الاخر ان احنا نقول ان احنا نوازن ما بين الحاجتين اه ان انا اقول انا استحق لمن الله سبحانه وتعالى خلقني في احسن تصوير والله سبحانه وتعالى عطاني نفسه وانفخ فيها من روحي عز وجل فانا يبقى عندي الاول الادراك الصحيح عشان قناعاتي تتغير بعد كده السلوك يتغير نوبك وسواد يبقى انا عندي ادراك صحيح الادراك الصحيح ان انا انا هجيب نفسي من المهالك هجيب نفسي من انها تؤمرني بسوق او معصية او هلاك او ان انا احب نفسه اقول ان انا فعلا مستحقة لهذا الحب ده امر يعني ده امر لازم نخلي بالنا منه وما بين ان انا امشي ورا نفسي وهي اللي تقودني هي اللي مسكاكي وقيداكي هي اللي مسكاكي وعملاكي في الوقت ده لأ اخلي بالي في الوقت بجد اخلي بالي اخلي بالي ونقطة دي نقطة مهمة جدا جدا ونخلي بالنا منها